بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة وسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أمرنا بأن نستعد وذلك لقتال الأعداء وإرهاب من يداري لنا العداوة فقال ربنا سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون أقول أيها السادة الكرام أمامنا طريقتان للإعداد العدو الطريقة الأولى أن يبقى كل منا في بيته وأن نجبع أموالا منه ثم بعد ذلك نستأجر مجموعة من البشر حتى يقوموا بحمايتنا والذود عن أعراضنا والحق أن هؤلاء يسمون بالمرتزقة أو المرتزقة الذين يأخذون أموالهم على سبيل الرزق فهم يستأجرون من الناس حتى يقوموا بحمايتهم لكن لهذه الطريقة مشكلة وهي أنهم عبيد للمال هدفهم أن يجمعوا المال منا أو من عدونا وعدونا يقوم بإعطائهم زيادة على ما ندفع حتى يدلهم على عورات بيوتنا وحتى يدخلوا أرضنا بل يتحولوا مع عدونا إلى مقاتلين ضدنا وأقول فإن هذه الطريقة لا تصلح الآن ولم تصلح في زمن من قبل ذلك الطريقة الثانية أن يخرج كل منا للدفاع عن بيته وأن نتعلم فنون القتال لكن لما كانت الحياة العادية تحتاج منا إلى المعلم وإلى الطبيب وإلى المهندس وإلى الصانع وإلى الزارع فلنختر مجموعة منه يقومون بهذا الواجب نيابة عنه نقوم باستبدالهم بعض الشيء فأبي قام بواجبه في حماية البلد وأقوم أنا من بعده ويقوم ولدي من بعده وهذا في وقت يقوم به أخي وفي وقت آخر ابن عمي وهكذا هذه الطريقة معناها أن نجتمع في وحدات للتعلم أو لتعلم كيفية الدفاع عن بلادنا الحق أن هذا هو الواجب ولا بد من تكوين جيش حتى يقوم بالحماية أو بالحماية التامة عن البلاد لكن قديما كانت الوسائل المستخدمة في الحرب بسيطة بداية السيف الرمح الخنجر السهم فكان الأب يعلم ولده كيفية استعمال السيف والأخ يعلم أخاه الرمح والجار يعلم جاره السهام والرماية وهذا يعلم صديقه استعمال الخنجر لكن الآن أصبحت وسائل الحرب متعددة قوات برية وبحرية وجوية هذا في المدرعات وهذا في المدفعية وهذا في الغواصات وهذا في التربيد وهذا في الجو وهذا في الدفاع الجوي وهذا في الحرب الكيمائية وهذا في الحرب الإلكترونية إلى غير ذلك تشعبت الأمور وأصبح من الصعب بل من المستحيل أن يحوز كل منا سلاحا من ذلك في بيته وبالتالي الحل أن نجتمع في وحدات كل منا يتخصص على استعمال سلاح معين ليقوم بالمهارة في الرماية عليه ثم يصل إلى هذا الأمر المنشود وهذا ما يسمى بالإعداد أو هذا هو عين الإعداد الذي أمر الله سبحانه وتعالى به رسالتي إلى الشباب المقبلين على فترة التجنيد ورسالتي إلى أولياء الأمور إلى كل أب وإلى كل أم فترة التجنيد في القوات المسلحة بعاجبها واجبا وطنيا أو باعتبارها واجبا وطنيا هي أمر لا بد منه وإن لم نقم به نحن فمن الذي يقوم به؟ الأمر الثاني اجتماع الشباب في الوحدات العسكرية يحتاج إلى تنظيم للتعامل بينهم وهذا يحتاج إلى صرامة ومن هنا وجد القانون العسكري الذي يقوم بالشدة على من يتجاوز في التعامل مع غيره تجاوز ده لأنه كله في سن الشباب وكله مع سلاح وبالتالي لابد من وضع ضوابط شديدة ولأنه الغياب في أي مكان أو الغياب عن محاضرة لربما تسمع التسجيل من المحاضرة قبت عن الشغل زميلك يقوم مقامك لكن الغياب بالنسبة للعسكرية معناه الإخفاق في موضع البلد أو الوطن يحتاجه كفيه ولذلك يعتبر الغياب عن فترة الخدمة العسكرية أو التهرب منها جرائم ومن هنا أقول أيضا أنه لابد من تعليم هؤلاء الشباب السرعة في الإنجاز بعض الأمهات تشفق على ولدها أنه ابني واقف فترة في الشمس وبعدين واحدة تانية فتقول والله ابني يجي دخل الحمام لأ الأمر صعب بالنسبة له أيها السادة نلحظ حولنا في هذه البلاد المدمرة أنه الخراب يصيب هؤلاء وأن الحروب لم تكن أبدا في فلاد خمس نجوم وإنما الحروب في صحراء في مزارع في مساحات خريبة في أماكن شاسعة وبالتالي يحتاج فيها هذا المجاهد هذا الضابط هذا الجندي إلى القوة إلى عدم الاعتناء بهذه الرفاهية إلى عدم التفكير في وسائل الراحة يحتاج إلى الصلابة يحتاج إلى التعامل مع الطبيعة بشكل أقوى ومن هنا أقول إننا مأمرون بالإعداد وربنا يقول وأعد لهم استطعتم من قوة القوة العسكرية والقوة الجسدية والقوة العلمية القوة في كل شيء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وشبابنا وأن يؤمننا في أوطاننا إنه سميع قريب ومجيب الدعاء السلام عليكم ورحمة وبركاته